مع الوزير كان أثناء القمة وقبل أن تأتي إلى هنا وحتى هذه اللحظة ربما كان الملف الفلسطيني وماجري في الأرض الفلسطينية المحتلة كان مطار اهتمام الدولة المصرية على كافة المستويات هناك تحركات سيادتك مع مجلس الأمن تحركات صلاة مع وزير خرجاء الأمريكي هناك محوالات مصرية لتهدئة الوضع المشتعل يعني أطلعنا على ما جرى ومجمل التحركة المصرية في هذا الملف يعني مصر دائما تجعل من القضية الفلسطينية خضية مركزية خضية توليها كل الاهتمام لشعب الفلسطيني الشقيق وارتباطه بالشعب المصري المعاناة التي يعاني منها كل ذلك يجعل دائما مصري في صدارة المدافع عن هذه المصلحة والمدافع أيضا عن تحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة حتى تستطيع شعوب المنطقة أن تستخلص مصالحها وتخدم على توفير الرفاهية لشعوبها بالتأكيد أنه منذ التوترات التي نشأت في العشر الأواخر من شهر الرمضان واللي حذرنا من أنها سوف تؤدي إلى احتدام الموقف وإلى احتمال الصراع وهذا حدث بالفعل ونحن على اتصال وثيق بكافة الأطراف سواء كاننا بمسؤولين الإسرائيليين سلطة الوطنية الفلسطينية ثم مع حماس من أجل احتواء الأزمة والوصول إلى وقف كامل العدائيات والأعمال العسكرية لإعفاء الشعب الفلسطيني من هذه الأضرار ولتحقيق الاستقرار ومنعا لتفاقم الوضع أو توسيع روحة الصراع والأثر الذي يعود على المنطقة بأكملها تستمر هذه الجهود على كافة المستويات هناك حركة كثيفة لنا في إطار التواصل مع الأطراف مع القوى الدولية المؤثرة في محطات اجتماع مجلس الأمن الحوار مع شركائنا الأوروبيين هناك غدا اجتماعا للمجلس الأوروبي أيضا هناك الآن الدعوة لعقد الجمعية العامة للأم المتحدة وسوف نحرس على أن يصدر على الجمعية قرار يؤكد ضرورة الوقف الفوري للإطلاق النار والعدائيات العسكرية المشاهد والمعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أمر غير محتمل وهو مرة أخرى يؤكد ضرورة أن ترتقي الأطراف كافة الدولية وطرفي الصراع إلى المسؤولية في حماية الأبرياء من هذه الأعمال اشتركوا في القناة